وشعوبها ستظل مهزومة كما كانوا هؤلاء الزعماء الفاشلين مهزومين في كل معاركهم. لكن هذا الصمت المريب من الانظمة ومن الدول العربية والاسلامية هو صمت العاجز بعد ان كشفت عورته على يد ثلة من المقاتلين الذين بايعوا الله عز وجل على ارواحهم في سبيل نصرة الامة ثلة سلاحهم بندقية وقلبهم عامر بالايمان استطاعوا ان يزلزلوا هذا الكيان الورقي الذي يهين هذه الانظمة ليلا ونهارا ستة الدول عربية ستة الدول عربية بخلاف الدول الاسلامية التي تطبع مع الكيان الصهيوني هل انتم فرحون على فراش الصهاينة هل شبعتم من الاهانة والاذلال هل شبعت بطونكم من الاحتقار والاذلال على يد الصهاينة ام انكم لا تملوا من الاذلال يا ابناء الاذلال والذل ستة طول مطبعة لم يفكر نظام واحد من هذه الستة الدول ان يبعد هؤلاء الخنازير من الاراضي العربية والاسلامية الطاهرة مستمتعين بالذل مستمتعين بالخيانة نحن اصبحنا متعودين ونعلم حقيقتكم جلودنا اصبحت خشنة امام خياناتكم نعلم على عمالتكم لربكم امريكا نعلم كشوف استلام الرواتب من السياي اي اي كلها نعلمها ولكن اعدكم وعدا ليس مني بل من الله عز وجل بان هذه الارض ستتحرر بعز عزيز او بذل زليل الله وكبر الله وكبر